شاهدين في كل مكان أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ستوديو الجزائر سنتحدث فيها وسنناقش وسنحلل الارتفاع الحاصل في حصيلة كورونا في الجزائر في الأسبوع الأخير كما تابعتم الجزائر تحصي معدلات مرتفعة قياسيا مقارنة بما كانت تحصيه قبل نحو شهرين أو ثلاثة أشهر من الآن اليوم تم إحصاء ثمانمائة وثلاثة عشر حالة جديدة مع إحصاء ثلاثة عشر حالة وفاة رحمهم الله جميعا وخمسمائة وثمانين وعشرين حالة شفاء المراقب للوضع في الجزائر يلاحظ هذا الارتفاع وأكيد لهذا الارتفاع جملة من الأسباب سنحاول أن نقف عندها وسنتحدث من زاوية أخرى وهي زاوية اللقاح السبيل الوحيد للنجاة ولمواجهة كورونا مثل ما هو معتمد في مختلف الدول وطيرة التلقيح في الجزائر بطئة وهذا ظاهر وهو ما دفع اليوم برئيس الجمهورية الذي اجتمع مع عدد من الوزراء وكذلك أعضاء اللجنة العلمية المكلفة برصد وباء كورونا بتقديم أوامر وتقديم تعليمات من أجل تسريع وطيرة اللقاح عادة أو مؤخرا نستمع الكثير من الآراء بخصوص اللقاحات هذه الآراء بعضها مؤسس أو له تأسيس علمي والبعض الآخر لا أساس علمي له مبني على الجهل وفقط صار الجميع يتكلم عن كورونا عن اللقاحات سنحاول أن نقدم لكم الوجه الحقيقي والصحيح للقاحات المضادة لفيروس كورونا وسنتحدث كذلك عن النتائج أو ما قد يسببه هذا الارتفاع الحاصل في معدلات كورونا في الجزائر خاصة ونحن نعلم أن هناك رزنامة من أجل الفتح مثلما كان هناك الفتح لعديد من النشاطات التي كانت مغلقة كالمقاهي والمطاعم والفضاءات العامة ورزنامة لفتح الحدود الجوية وربما البرية والبحرية للجزائر هل سيؤثر هذا على الرحالات الجوية على الرحالات البرية سنحاول أن نجيب مشاهدين عن مجمل هذه الأسئلة كل هذا بحضور الدكتور لياس أخاموك عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة كورونا في الجزائر دكتور لياس أهلا وسهلا بك شكرا لك شكرا جزيلا والدكتور مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك أهلا وسهلا بك دكتور شكرا أنطلق معك دكتور لياس أخاموك اليوم كان هناك اجتماع مع رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء بخصوص الوضعية الوبائية وكذلك كدراسات استشرافية لما هو قادم يقدر البعض بأننا دخلنا إلى موجة ثالثة قد دخلتها دول أخرى في مرحلة سابقة أين يمكن أن نصنف الجزائر اليوم؟ هل دخلنا مرحلة الخطر؟ وهل يمكن أن نتوقع إجراءات أكثر شدة وأكثر حدة تتعلق بالوقاية والحماية كالحاجر ومختلف الإجراءات والله الجزائر الآن في وضع صعب جدا وكل الظروف كانت مهيئة منذ عدة أسابيع وقد تكلمنا حتى في قناتكم بأن كل الظروف مهيئة لكي تكون هناك موجة ثالثة على غير الكثير من البلدان هناك بلدان في الموجة الرابعة لهذا كان هناك اجتمع اليوم مع سيد رئيس الجمهورية وهذا لدراسة الوضع وأولا لتحسين تكفل بالمصابين هذا هو الهدف الأسمى وثانيا تعزيز عملية التلقيح لأنها الوسيلة الواحدة على المستوى القريب المتوسط والبعيد طيب دكتور الآن المستهلك له علاقة مباشرة بقضية التلقيح وكذلك في الحرب على كورونا اليوم نستمع لكثير من الأراء مثل ما قلت بعض المواطنين متخوفين هناك أراء ربما أخلطت الأمر والواقع على المواطنين بعض يقولهم ما ديروا لقاحا مش مليح يستمعون إلى تحليلات الأطباء وهم يدعمون وهم يطلبون دائما بأخذ هذه اللقاحات أين هو المواطن الآن في هذه الحلقة شكرا أو المستهلكة أكيد بسم الله الرحيم خليني فقط بداية نعطي صورة على الواقع الذي نعيشه ولماذا هذا الارتفاع صحيح أن هناك موجة على بقية البلدان الأخرى ولكن كل موجة عند الأسباب تها لابد أن نحترف أن هناك تهاون وتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية هناك تراخي كبير وجديد حتى أنه بعض الأمور البسيطة التي كان مفروض أنها تطبق والتي هي في ورقة طريق الإجراءات الوقائية أصبحت من الأمور الغائبة لما نشوفوا التباع الاجتماعي ما كاش لما نشوفوا وسائل النقل وسائل النقل العمومي كيف هي مكتظة رحوا صوروا فقط وتشوفوا يعني العجب والعجاب لما نشوفوا بعض المساحات العمومية كيف هي مكتظة وتلك العرقام التي وضعت أنه ما يتعداش هذا العدد الأدهى والأمر ونقولها وحاولنا تكرارا ومرارا أننا ننبه ولكن للأسف الشديد لم نجد أذانا صاغية ما يحدث في بعض المساحات الخاصة خاصة مساحات الأشعة ومساحات التحاليل الطبية يعني وين ثم نقدو نلقوا أكبر عدد من مرضى أو مشكوك فيهم بالكوفيد إنسان باش يروح يدير سكانير نفس لكا ميزول يلبسوها من كل المرضى هاوليك هاوليك الأسباب وهالك الأمور التي يبدا أن نتطرق إليها كيفاه أنا يا بيسري نفرض عليه أنه يدير نشاف بالجفال بينما هاته المساحات المدير والم هناك تهاول وهذا هو السبب الأساسي صحيح أنه الآن الحمد لله بدأت دفعات من اللقاح وأن اللقاح نشوفه أنه كحل صحيح يبدأ من الآن ولكن النتائج رهي على المدى المتوسطة والبعيد لأنه الآن يعني التصدي يكون من خلال الإجراعات المقاية واتيرة سير عملية التلقيح في الجزء بطيئة نقولها التلقيح وكتابها تلقيح بها في نهاية جونفي بأمر من سيد رئيس جمهوري لو كما أمر سيد رئيس جمهوري لا نعلم لقاح الآن أنا في جويليا وين كان دفعات وين بدأ بواتيرة قوية ومنها ممكن الآخر 2021 حسب ما يقال ممكن أن نصل إلى 20 مليون جرع الواتيرة بطيئة جدا وهناك تردد وتخوف لماذا؟ هناك تخوف من كثير من المواطنين لماذا هذه التخوف؟ أدعكم نقول لك هناك هواجز لم ترفع لحد الآن درنا كمنظمة صبر آراء مسى آلاف من المواطنين ونعطيك ما هي أهم تخوفات لأنه صحيح لما نكونوا وراء مكتب ونديروا حملة وما نشعر فينا الواقع كيفه العمر يختلف أخي الكريم المواطن لحد الساعة وهذا نشوفوه حتى في المجتمع تانا لا يثقوا في كل القرارات التي تأتي من الإدارة الجزائرية ما زالوا لا يثق رغم أنه مشكل مشكل حياة وموت أيضا من بين الأمور التي وجدناها في صبر الآراءتان سيد مصطفى رغم أنه معلوم أن قضية كورونا ومواجهة كورونا ليس لها علاقة بالإدارة الجزائرية نعم هذا ما يجب أن يقال هذه قضية عالمية ودولية راني معاك وهذا ما يجب أن يقال ويكرر دائما لأنه الناس ما زالها تعتقد أن يقول لك من بين الأمور الأخرى اللي لقينها يقول لك قالوا نجيبه أحسن فاكسا وأحسن تلقيه ضرك في السوق كان أربع أنواة فاكسا يقول لك أنا عندي الاختيار ما عنديش الاختيار وعلى الناس رأي يدير في هذا اللقاح وما رأي يجدير في هذا هذه أيضا تساؤلات كيف يمكن أن تردعنا هذا دكتور سأعود إلى الأسباب الأخرى لكن هذه النقطة لابد أن نتوقف عندها هناك الكثير من اللقاحات استوردتها الجزائر وقدمتها في السابق ولقاحات غابت في السابق ومتوفرة لقاحات بديلة اليوم ما الفرق بين هذه اللقاحات لماذا هذا اللقاح ولماذا ليس ذلك اللقاح كان تخوف عد المواطنين حاليا كان أزمة صحة عالمية هناك حالة مستعجلة يجب أن نلقح نشهد الجزائر فقط في كل بلدنا العالم أكبر عدد ممكن من السكان في أقرب وقت أولا لأن اللقاح يحمي الملقح من حالات الخطيرة والوفيات وهذا ما رأينا في إنجلترا في هذه الأسباب القليلة نفس عدد الحالات كالموجة الثانية انخفاض كبير في عدد الوفيات كانوا حوالي لحقوا حتى الألف في اليوم الآن رأيهم بين 14 إلى 18 حالات وفاة يوميا ثانيا باش نلحقوا المنع الجماعية لأن هناك ضغط اقتصادي وضغط اجتماعي ما ننسواش ما يكون غير بالتلقيح ثالثا إذا أردنا أن لا ننعزل صحيا عن باقي يعني سكان العالم لأنه بعد سيكون هناك صفر يعني يكون تلقيح إجباري يكون أمباس سانيتار باش تروح للبلدان نعطيك مثال قطر لعمل المقبع إن شاء الله فيما يخص كأس العالم كل رواد الملاعب يجب أن يكون ملقحة ممنوع دخول لغير ملقحة هل فكرتم هنا في الجزائر من أجل إقرار إجبارية تلقي اللقاحات؟ دراسة إجبارية لا ولكن أن يكون تحفيز ونحن في دراسة المشروع في اللجنة العلمية وسنقدم إن شاء الله للسلطات العلية التي لها الفصل في هذا الموضوع ما شكل هذه التحفيزات؟ أن يكون كل متلقي للقاح يكون عنده شهادة تلقيح فيها فيها يعني 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 يتقرأ بالهاتف الذكي بسمارتفون أي إدارة يعني تقدر مراقبة تقرأ الورقة هذه باش تشوف الإنسان ملقح أم لا وممكن بعد ما يعطونا يعني لا كورتا السلطات العلية أن يكون هناك منع الدخول لأماكن هذه كالحفلات أو الملاعب أو لغيرها إلا من الناس الملقحين وذلك ما نراه في كأس أمم أوروبا لرغم وجود الجماهير في الملاعب ولكنهم ملقحين أحبت أن أقول لك برك فيما يخص عدد التلقيحات قلت لك مكان حتى مخبر يقدر يمد كمية كافية في شهر أو شهرين أو ثلاثة كندا عندها خمس لقاحات إنجلترا عندها ثلاثين من أسترازينيكا ثلاث من فايزر وموديرنا كل البلدان تتابع على الأقل من ثلاثة إلى خمس لقاحات هذا لتسريع العملية طيب هناك أرقام رسمية تقدمها منظمة الصحة العالمية هي كالآتي الصين قامت بتلقيح 223 مليون شخص الهند قامت بتلقيح 70.3 مليون شخص ما يمثل 5.1% من سكان الهند أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية 158 مليون شخص ما يمثل 48.2% من سكان أمريكا بريطانيا 34.2 مليون شخص ما يمثل 51% ألمانيا 33 مليون ما يمثل 40% فرنسا 23 مليون ما يمثل 35% المغرب 9.21 مليون ما يمثل 25% سعودية 2 مليون ما يمثل 6% مصر 980 ألف ما يمثل 1% تونس 608 ألف شخص تلقى اللقاح ما يمثل 5.2% لكننا لم نجد أرقام الجزائر إذا ممكن تعطينا الأرقام فيما يتعلق بإحصائيات اللقاح في الجزائر دكتور والله الأرقام هي تبع اللجنة اللجنة التقنية للتلقيح معنى مش اللجنة العلمية اللجنة العلمية نحن فيما يخص اختيار اللقاح ولكن دكتور فرر صرح يوم الخامس بأن تجاوزنا المليوني تلقيح في الجزائر ولكن ما عنديش الرقم الدقيق اللجنة التقنية للتلقيح ولكن صح بدنا ببطء شديد وهذا لنقص كميات اللقاحات الآن لحقنا تجاوزنا المليونين وخمسمائة جرعة في شهر جويل إن شاء الله سيكون لنا خمس ملايين جرعة طيب دكتور مصطفى هل لم يتوفر اللقاحات الآن لما مواطن يريد أن يأخذ اللقاح هل يجد؟ الفعل الآن نسمعنا أنه حتى بعض المساجد فتحت يعني لأجل تلقيح وذلك بعض المساحات العمومية التي تم وضعها إذا أردنا أن نصل إلى نسبة جيدة خاصة مع قدوم هذه الجرعات الكبيرة لابد أن تكون وطيرة التلقيح واسعة ونحن نقطرحه أيضا المشكلة مشكل وفرة مشكل ما كانتش وفرة الآن كان وفرة بكي ما كانتش وفرة طيب الآن هل المشكل هو مشكل وفرة أم مشكل تخوف مشكل تخوف أنا قلت لك كثيراً مواطنين متخوفين إذا سمعت نزيد لك بعض النقاط ولا لما أطرح هذه النقاط بالفعل يعني أننا نشاطرك في النقطة الأولى تعثيقها ونشاطر الأستاذ المهضر علىها عندنا بصحة دائما يجب أن يسمعه المواطن المواطن ما هوش يسمع في هذا الشيء للأسف الشديد المواطن ما نهضره له هذا رأى أكاديمية اللقاح يدير يدلك المناعة يزون تيكور يوفهموه نعطيك منزيد العسئلة اللي نطرحها ما هوش لأجل التعجيز ولكن لأجل التوضيح الصورة المواطن يقول لك اللقاح اللي رأيكم جيبوه فيه في درجة ناقش عشرين وناقش ثمنتاش وترح تديره اللي في بولي كلينك بولي كلينك عنده حرار هذا السؤال مهم جدا الذي يريد التلقيح يقول لك طبيب نجري موجود يدير الأطباء مهمش يدير كان عزوف هل أصحيح فيه عزوف الأطباء عزفوا عن تلقي اللقاح هل هناك إجبارية التلقيح لأطباء لا يوجد إجبارية التلقيح وانتهت لقية اللقاح دكتور بالطبع بالطبع في شهر فيفري الماضي لأنه طبيعي في أمراض المعدية نخدم مع مرضى الكوفيد لهذا من الطبيعي كما ديت لقاح تالي باتيت بي لأنه عندي مرضى عندهم لباتيت بي كما كنت صغير ديت لقاح تالي سؤال ديكي وتابو حمرول وتاتيطانوس يعني هذا اللقاح لماذا هذا التخوف الآن ما تفسيركم لهذه التخوفات من المواطنين؟ الله يعظم بأننا قصرنا فيما يخص بعض الأسئلة كما قال الدكتور رحنا في الجانب الأكاديمي وهذه من توجيهات رئيس الجمهورية صبعا قال تكثيف والتكييف العملية لأنه كما قلت أنت صح سؤال أنا طبيب يعني ممكن أسئلة جيني غير طبيعية ولكن المواطن بسيط من عنده الحق كان حتى اخترى سقساني شرطي قال لي طبيب ندير الفاكسا قال لي بس كوش دفيديوات يديروا الفاكسا يلصق التليفون في الدارة ما حققت تلك الفيديوها دكتور أبدا 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 غير صحيحة أبدا غير صحيحة لأن هناك بعض الأشخاص عندهم قابلية حتى بدون اللقاحة لا لا ما كان والجمع فقط في صحيحة والله من بين الأمور اللقناها قال لي قال لك شريحة ممغنطة قال لك هذا اللقاح في شريحة في إيبوس منهيتيك مش يتبع والإبعاء كيف مش تدخل لا يا شوف هناك حرب اقتصادية أسترازينيكا لإنسان اللي موش مطالع أسترازينيكا الواحد اللي عنده أثار جانبية وكأن اللقاحات الأخرى ما عنداش أثار جانبية كل اللقاحات عندها أثار جانبية حتى أسترازينيكا كما قلت لك ربعة إلى خمسة في المليون جرعة كي نقول لك أنا في فرنسا في العالم كل عام يتوفى وعشر آلاف شخص بسبب البرازيطابول لكل دي مشكلة عشوائية لأن مادة كيميائية يجب أن يكون هناك حذر لهذا أقول لك أنا نسبة الوفيات قليلة وقليلة جدا ولكن تعرفوا بالليك يكون خبر سيء دائما يغطي الأخبار الجيدة فيما يخص المواطن أنا أعترف بأنه يجب أن ليس تبسيط لأن المواطن الجزائري عنده ثقافة وعنده في فيسبوك وعنده تويتر وعنده جوجل ويثق للأسف شديد يثق في مواطن يجب أن نعطي بعض المعلومات كما قال الأستاذ بشكل بسيط دكتور بشكل بسيط أنا مواطن مثلا أنا مواطن الآن كمقابل وأنا متخوف من أخذ هذا اللقاح كيف يمكن أن تقني كيف يمكن أن تقني عني بأخذ هذا اللقاح كيف المواطن خايف الآن نعم أولا اللقاح يحمي قريب 100% من الحالات الخطيرة والوفيات وهذا أثبت نتائجه في إنجلترا نفس عدد الحالات نسبة الوفيات قريب 10% يعني من اللي كانت من قبل يعني هذا ما هو فعال من جهة الفعالية كل اللقاحات المتواجدة حتى في الجزائر فعالة حتى ضد السلالات هذه الجديدة المتغيرة ثانيا فيما يخص الأمان أولا حتى أسترازينيكا اللي صرع عليها لغات كبيرة وكانوا أربع خمس وفايت كل مليون جرع كي نشوفوا في الكوفيد راهي نسبة واحد قولوا واحد بالمئة من الوفيات يعني عندك ألف خطرة تموت بالكوفيد وما تموت باللقاح ثالثا لحد الآن في الجزائر عدنا مركز لليقظة الصيدلانية نسجل فيه كل أطر الجانبية حتى الخفيفة لحد الآن لم يتم تسجيل وفاة أو حالة خطيرة للقاح منذ بداية حملة التلقيح منذ بداية حملة التلقيح صح بدنا ببطء ولكن لحد الآن لم توجد مشاكل ونعرف المواطن الجزائري كي يشوف الجار تاعه دار اللقاح ويشوف الطبيب تاعه وعندك الحق دار اللقاح يقول لك أنا ندير اللقاح ولكن شفنا هذه اليومين مع ارتفاع عدد الحالات كان هناك إقبال أكبر لأن على بلكم كلما يكون هناك ارتفاع عدد الحالات كلما واحد يسمع جارة وتوفى بالكوفيد ولا يسمع خالة وتوفى بالكوفيد ولا يسمع أخوة وتوفى بالكوفيد هذا يشجع أكثر للأسف مرينا بفترة أرياحية لأظن من أسباب العزوف ليقول لك أنا ما كاش الكوفيد علىها نروح ندير اللقاح ولكن الآن حالة مستجلة طيب نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك سنعود لمواصلة النقاح أهلا بكم مجددا مشاهدين أنتم تشاهدون الآن الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج ستوديو الجزائر نقشنا في جزئها الأول الإحصائيات أو المعدلات اليومية لفيروس كورونا في الجزائر والتي بدأت في الارتفاع في الأسبوع الأخير تكلمنا عن الأسباب وتكلمنا عن النقطة الأبرز أو السلاح الأبرز إلى غاية الآن الذي يمتلكه العالم في حربه على فيروس كورونا وهو التلقيح لماذا نسجل هذا العزوف في الجزائر ونحن نتحدث عن تلقيح تقريبا نصف الشعب الأمريكي ونصف الشعب البريطاني و36 و35% من الشعب الفرنسي والإيطالي سأواصل النقاش وأتحول الآن إلى اليوم الفرنسية للدكتور يحيان مكة عبد المؤمن المختص في علم الفيروسات دكتور أهلا وسهلا بك مرحبا سيدي كريم شكرا أشكرك جزيلا شكرا على تواجدك معنا نحن بصدد مناقشة إشكالية تحولت إلى معضلة الآن في الجزائر مع عودة هذا الارتفاع وعودة تسجيل معدلة مرتفعة من فيروس كورونا يبرز النقاش حول أهمية أخذ اللقاحات هناك بعض الآراء تنتشر في الشارع الجزائري وتخوف بدون أي تأسيس علمي من استعمال هذه اللقاحات وأكيد أنت استمعت إلى هذه التفسيرات ما رأيك في هذه التفسيرات التي تخيف من استعمال ومن أخذ اللقاحات المضادة لكورونا دكتور؟ نعم أشكرك على هذا الموضوع القيم لأنه حاليا نحن ليس لنا خيارا لنا خيار واحد العدو أمامنا وهو الفيروس لا نراه ولا ننتمسه ولا نشمه وهذا العدو قاتل سم قاتل إذا أصاب الإنسان لقدر الله يميته يصيبه فيدخله عناي المركزة والإنعاش والكومة كما نقول بالدارجة ويميته لكن في نفس الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل العلم والعلماء والمال والأبحاث والخبراء وصلنا إلى اللقاح في أقل من سنة وهذا اللقاح اليوم وزعنا في العالم ما يسوق ثلثة ملاير وخمسمائة مليون جرأة لقاح ولقحنا به في العالم والدول الكبرى لقحت الدول الأوروبية لقحت تقريبا وزعت لحد الآن ثلثمائة جرأة لقاح واليوم السيدة إرشيلا فاندرلاين رئيسة المفوضة الأوروبية تضمن لأوروبا ل447 مليون مواطن أوروبي تضمن له 500 مليون جرأة موجودة حاليا لكي نضحق إلى 70% من تلقيح الأوروبيين فأنا أخاطب بالمواطن الجزائري والمواطنة الكريمة من الذي يبين لك بأن هذا اللقاح موضر وقاتل وما تلقحش وخواد بلاش وخاصة إذا كان هذا الذي يرفض اللقاح والتلقيح والتطعيب هو طبيب أو هو ممرض أو ممرضة أو قابلة أو موضي المستشفى أو في الإدارة يأمن وخاطب العلم والعلم بين والعلم يبني بيوت العزي بوية العمد لها والجهل يهديم بوية العزي والكرمي إذا أرضنا بالجهل أن نوصل وروحنا إلى ما وصلت إليه الجارة الحبيبة تونس وهي في أزمة كبيرة للإخوة التونسيين واندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه ماذا الوباء مع كل الدول والشعوب والجزائر اليوم هي تحارب الكوفيد بدولتها وفي وطنها وتمد يد المساعدة إلى تونس بالأكسجين لأن هذا هو حال المسلم كيف يساعد أخيه ويحمي نفسه اليوم اللقاح موجود ربما ليس موجود لـ 44 مليون نسمة لكن هذا بسبب الدول التي تصنع اللقاح كيف توزع على الدول الجزائر لها القدرة أن تشتري وتحصل على اللقاح بمزيد من الجرآت بالملايين إن شاء الله في الأسبوع القادمة لكن إذا كان موجود لقاح في أي مستشفى أو أي ولاية والشعب أو المواطن أو الطبيب يرفضه فهذا ظلم وهذا ربما جرم في حق الإنسان وفي حق المواطن لأنه الذي يرفض أنا أسأل كم عندنا من مريض العناء المركزة وكب من مصاب اليوم أكثر من تنمية شخص مصاب اليوم هذين فحصوا في المستشفى وما الذين أصيبوا ولم يفحصوا في الشخص طيب دكتور بلغة العلم مثل ما تقول ما الذي يسببه اللقاح لجسم الإنسان ما هي التغييرات التي يجريها هذا اللقاح على جسم الإنسان أو على وظائفه لا كل جسم يدخل في جسم الإنسان والله يا سيدي أنا أسأل الناس ما الفرق ما بين اللقاح والتدخين لي يكمي الدخان لي يكمي الدخان والفرق اللي يدير اللبرة على الدخان اللي يدير اللبرة على اللقاح ها هنا معروف المكوناتين معروفة ونكتبوا بللي اللي عنده حساسية لهذا المادة ما اللقحوش اللي ما عنده حساسية أمرو مادرة اللقحوه لكن بينما الصغارة واحدة فيها 1200 مادة سامة فيها مادة القودرون ومادة الأرسيونيك ومادة سيانون ومادة طوليوان ومادة كلهم وحنا كم عدنا مدخين الجزائر يفوق عشان لين جزائر مدخين ومي خمش بأن التدخين سمون قاتل ويهلكة ويهلك أهله وولاده ويهلك تجيبه ويهلك شروع وكم من سرطان الرئة وسرطان المثانة 90% ويهلك تجيبه هذا ما خمشه لي ومحبسه لا تدخين واللقاح اللي الدولة دارت كل المجهود باش تجيبه لك ودول أخرى تحاول تجيبه هذا اللقاح الدولة تجابتولك في الجزائر وفي المستشفى في غنزام في تيار في سيد باباس قسنطينة بالعباس وبي جاية تيزيوزو وانتدون لا لا هذوق يخدعون اللقاح لا يا أخي إذا كنت عاقل ومنظم وتحمي نفسك وتحمي عائلتك وأهلك واستيقائك في العامل نلقح اليوم قبل غدوة لأنه إذا لقحت اليوم تحمي نفسك وتحمي كل الدور بهم كل إنسان يتلقاك أنت تحميه لأنك لا تعدى وحتى إن أصيبت بالفينوس لا تمرض مرض خطير ولا تدخل إلى عين المكازة ولا إلى الكومة ولا تموت بإذن الله لكن إذا كان اللقاح موجود وانت ما تلقحش نفسك وما دي أديك وتأدي عشر من الناس وعشر من الناس وموت رزوج من المسؤول ورح جاكل العلم ووصلك اليوم كل إنسان يعني المشكلة اللي رح واقع اليوم هو أنه عدد كبير يتبعوا واش يقولهم فيسبوك وما يتبعوش واش يقولهم الأستاذ العالم الجزائري من الجزائر من المجلس العلمي الاستشاري لسيد رائعيز الموريا وما يجتمعوش الأستاذ الذين اللي يدخلوا من الخارج وأن العبد الضعيف من بينهم بمفضل الله علينا سبحانه وتعالى من عند يا إخواني يا أيها الشعب الكريم واش رق حاب حاب تعيش وتحمي نفسك وتحمي عائلتك هاول فيوري الجالي ورا يضرب في الجزائر واش دي صحة اليوم ثم نمية حالة وإحنا عندنا علميا سيد كريم علميا حتى الألقام اللي تعطيها فرنسا وأمريكا وألمانيا وبريطانيا الدول التمخطية غير حقيقية لأنه لم تصلهم التحقيقات كل تأليم من فرحوسات فنحن عندنا علميا كل رقم أضربه في عشرة ثمنا مئة نضربها في عشرة ثمنات آلاف حالة اليوم لقدر الله لكن ماذا ننتظر لأنه لقيت حتى أصباح في ثمانين ألف ومئة ألف لك عرف كم من وفاية في الولايات المتحدة الأمريكية أيها المواطن الكريم الذي تسمعوني عن طريق الشاشة نظر لخلال تقني لم أستطع أن نتصل معكم بسكايت أنه ستمائة ألف وستة ألف وفاية في أمريكا تاليها برازيل خمسمائة تلف ودين ووهين تاليها البيرو تاليها الهند تاليها الميكسيك تاليها بريطانيا فرنسا اللي وحدها مئة وحدة أشن ألف وفاية طيب ما الشيء المخيف في اللقاحات وما الفرق بين اللقاحات المستعملة الآن هناك لقاح أسترازينيكا الذي تحدثت عنه بعض الدراسات بتحفظ سينوفاك نعم هو عندنا سبوتنيك عندنا اللقاح عندنا اللقاح الصيني اللقاح سبوتنيك الروسي واللقاح أسترازينيكا في بعض الحالات في بعض الحالات تلقح مليون عندك واحد يديرلك التهاب في الدماء واحد يديرلك التهاب واحد يديرلك تخطر في الدم 3-4 نلقح مليون نكون شرحة مع المواطنين اللقح مليون ونحمي تسعمائة ألف وتسعة وتسعين ألف ومستين وعشرة يديرونا كاكريب بهذا اللقاح يمر ذو كاكريب ومعدي شوهم بعد يكونوا محميين وربما واحد لأنه عنده حساسية قوية ذي حساسية اللقح ولا نلقح كيف الدول كل الدول الكبرى لقى أحد وإن شاء الله سوف توصل وننبشر للمواطنين بأنه البارحة في داكار عاصمة السينيغال إخوانا وأشقائنا السينيغاليين قرر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ومع جمعيات كبيرة صناعة اللقاح ومهندسين لتصنع اللقاح لتلسيم وتركيب أول مصنع إفريقي للقاحات في السينيغال قرران بارحة فأيها الأخ كريم أنا نخاط مثلا كل حج من الذين جابوا العمرة والحج الله ترفضوا هذا اللقاح كل من حج وجاب عمرة لقواه هذا اللقاح والله تسألوا تقولوا عليها لقواه والله ما علينا بني ندر تروح لك لبرا لبرا الشرطوها علينا السعودين باش ندخلوا للمملكة السعودية للحج والعمرة هذا اللقاح هذا نفس اللقاح 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 كان يحميك من باكتيريا يسمى إيموفيولوس أنفلونزي بي آي بي الأوستي ليعطي مينانجي الالتهاب الأسجة الدماغية طيب في الختام دكتور رسالة منك وأنت المختص في علم الفيروسات رسالة توضيحية إلى الشعب الجزائري الذي يتابعنا الآن ماذا يمكن أن تقول له في هذه الجزئية جزئية أخذ اللقاحات قبل أن أختم أقول ما قررته مالطا دولة مالطا في هذه الساعة جاءني الخبر سيد الكريم مالطا قررت لا تستقبل أي مسافر أو سائح لمالطا إلا وله جرأة من اللقاح هذه مالطا كل دول أوروبيا سوف تفرض هذا وفرنسا كل من يأتي من تونس اليوم قررت كل من يأتي من تونس حجر صحي شامل عشرة أيام فالخطاب الذي أقوله لكل مواطن كريم الشعب الجزائري شعب يعني يتق في الله ويحب الله فإن كنت تحب الله ورسوله فعليك باللقاح لا تلقح فإنك لا تحب الله ولا تحب الرسول لأن الله والرسول قال لك من أحيا نفسك أنما أحيا جميعها عندما تلقح نفسك تحمي روحك وتحمي جسدك تحمي زوجتك تحمي أولادك عائلتك أجدادك عمامك وإحنا كذلك على قروب أبواب عيد الأضحى لا ننسى صلاة العيد والعيد الأضحية تلاقي فكل من يعني من الأفضل في هذه الأيام يا أخي لا حتى يلازل لا تلقح ما فيش قبلة ما البعيد عيدكم مبارك عيدكم مبارك في المسجد لا نقبل أي مصلي أن يدخل إلى المساجد بدون قناع وسداجة وتطهير الأيدي عند دخول المسجد وبعد دخول المسجد ترويحة وتهيئة وتهيئة المساجد كل إدارة سيد الكريم والله كل مدير كل سيد والي في الولاية سيد رئيس المحكمة وكيل الدولة كل مدير الشركات والله لا يقبل العامل يدخل وينقص له للأجرة العامل للمقابل الشهري اليومي اللي يجي بدون قناع يرفض له الخلصة تأشهر كل من يأتي إلى الإدارة هذا أنا أطلبه سيد مكي لكي أحمي وطني وأحمي شعبي كل موظف الإدارة يجي داخل الإدارة بدون قناع ما يدخلش ممنوع عليه لأنك كيف نخاطب الشعب خاطبناه بالعلم ولم يصدقون بأنه ما نقوله حقيقي الفيروس موجود والضرر موجود والقتل موجود وهذه النسخة الثالثة التي تنسش اليوم 60% أكثر من النسخة البريطانية و120% أكثر من نسخة 2020 على إخواني المواطنين والمواطنات والله ما نقوله إلا حبا للوطن وحبا للشعب الجزائري وحبا النحمي ماذا نريد هل نريد أن الجزائر تقع وتشير إلى مرحلة تونس اليوم الشقيقة التي تساعدها السعودية وقدر عدد كبير من الدول بالمستشفيات والأدوية وتساعدها حتى الجزائر علينا أن نجهز أنفسنا نجهز مستشفياتنا وخاطب السيد الوزير الصحة وهنئه بتعينه وهذا لدوره الجبار يعني عينه في الوزارة الجديدة فتهنيئا لك سيد الوزير الله يفتعليك زيد دعم المستشفيات بالأكسجين بالأقنعة بالوسائل علاج الكوبيد كذلك تدخل سيد رئيس الجمهورية مهم جدا لنا لأنه إذا كان فيه تدخيم سيد رئيس الجمهورية عندما يقرر ويقول اللقاح 20 مليون يأتي باللقاح سيد رئيس الجمهورية أشكرك جزيلا شكرا دكتور وخاطب العقل الجزائري إن شاء الله يتقبل اللقاح وخاصة السلك الطبي وشبطبي لأنه هو الذي يعالجه وهو الذي يصاب أكثر لأنه المرضى يجع عنده بالفيروس أشكرك جزيلا شكرا دكتور يحيان لك عبداليون المختص في علم الفيروس كنت معي مباشرة عبر الهاتف من ليون في فرنسا أستاذ مصطفى زبدية الآن في وسائل الحماية والوقاية صرنا نسبق الحديث عن اللقاح الآن في السابق كنا نتحدث ربما عن الكيمامات وعن غسل أيدي اليوم هناك وسيلة أخرى هي اللقاحات الآن هذه الوثيلة كيف يمكن أن نسريعها؟ شوف هو لا يمكن الفصل بين إثنين لحظة أنه صارح أنفسنا لا يعني أنه إنسان لما يقوم بالتلقيح ينسى الإجراءات اللقائية لأنه يحمي نفسه لكن يمكن أن يكونوا معدي وشفنا بزيب حتى الناس لا يشعر فا كان كثير من الناس يعني بدون كما ما يدخل يقولك آه أنا ما رأني مفاكسيني إيه أنت رأك مفاكسيني حامي نفسك بس صح هذا مهج مفاكسيني الذي أخذ اللقاح ليس معناه أنه لا يصاب بالفيروس يصاب بالفيروس وستكون له مناعة خورية عنده مناعة خورية ولكن يؤدي يعني ممكن الإنسان يرى دائر اللقاح ما يمرش لأنه دائر اللقاح ولكن يقدر يكون متسبب في موت شخص آخر هذا هي الطم الكبرى الآن الوطرة لابد أن تكون سريعة الآن شفنا أنه فتحة المساجد فتحة الكثير هذا التشخيص من الدكتور إحياء مكعب المومن يقول هل يريد المواطن أن يصاب بفيروس كورونا ويموت لقدر الله أو أن يتلقى هذا اللقاح وإذا أصيب بكورونا فسيكون جسمه مقاوما شوف هو الإنسان الذي يحترم الإجراءات الوقائية بصفات تامة تباعد الكمامة يخذ الميت اللقاح بصح تضمن لأنك أنك تلتزم تلتزم ما شيط أراك نزح الكمامة يأتي واحد يكتب تملك في وذنك هو مصاب أو لا أي حاجة كما بهذا النوع أو لا تخمس لأ واحد نسعين كثير أيوة يعني من الاستحالة بمكان الآن أرى أننا في واقع وين لابد لابد وأؤكد لابد أن الإجراءات الوقائية تكون صاربة وتكون شديدة لأنه عندنا عام ونص ونحن نقوم بالتحسيس عام ونص وما زالها الآن بعض قاعات الحفلات رأي مفتوحة ما زالها الآن وزيدنا أعطيك نسبة كبيرة من المرضى الآن في الأعداد المرتفعة النساء طار فعلا من الأعراس لأنه الرجال غالبا غالبا يريحوا البرة من دايرين كراسة النساء كل هنا يجتمعنا في قاعات واحدة ومع غلق غالبية القاعات وكاين بين قوسين اللي يخدموا سريا يروحوا إلى يكريوا إلى بعض الفيلا ويكريوا بعض البيوت ويتلموا كل ويعني وما كاش اللي ما تسلمش تبارك لها الوريدها وتبارك لها البدها هاي نهايتها كلها في المستشفية إذن لابد من تشديد الإجراءات لأجل احترام بروتوكول صحي وكذلك اليوم شفنا مقترحة عجبنا نتمنى أن تعمل به لجهة علمية مقترحة من طرف النقابة الوطنية الجديدة تاع الصيادلة ليقالوا أننا مستعدين أن نفتح الصياد إلى التوانة لأجل أيضا أن نسايم بصفة طوعية في الترقية ما هي خطتكم دكتور ليس أخاموك من أجل رفع وثيرة اللقاح في الجزائر أولا كما قلت من قبل تكثيف الإعلام إجابة على الأسئلة المواطن مهما كانت أنا أعطيك مثال فيما يخوض الشقان أستاذ كما قانون المورور إذا طبقنا قانون المورور لا تكون حاولت المورور للأسف ليس الجميع يطبق قانون المورور ورغم تطبيق قانون المورور لازم نديره حزم الأمان لأنه يحمي أكثر يعني نفس الشيء إذا الكل يدير حزم الأمان ويطبق قانون المور ما كاش حاولت للأسف راكو نشوفه كل يوم كين حاولت فقط يوم أمس شاهدناك ورث الطرقات رحمهم الله جميعا ونترحم على جميع الأرواح والدكتور مكي فكرني في واقعة إسلامية هل تعرفون بأن الصحابي الجلي المعاد بن الجبل توفي بمرض معدي وهو طاعون صحابي أبو عبيد بن الجراح توفي بنفس الطاعون وهو طاعون عمويس الفرنسيين يقولون كانت في بلاد الشام 18 هجري 639 ميلادي توفي 25 ألف من المسلمين واش قال عمر بن العاص هذا كل وقت يعني باش تشوف الإبيديميولوجيا هذه العلمة أو بأم بكرين قال لهم الطاعون نار وأنتم وقودها فتفرقوا فلن تجد النار ما يوقدها فتنطفئ يعني تباعد الاجتماعي هذا كل وقت ما كان لها فاكسان ما كان لها كمامة ما لو الآن كاين الكمامة تباعد الجسدي كاين المحلول التعقيم وكاين اللقاح لعدنا هذا العام ما عندناش العام الماضي ولكن الفيروس السلالة الأصلية أوهان كانت عندها رزيرو وثنين إلى ثلاثة نفهم المواطن مع أنها كل إنسان مريض يعدي بين ثنين إلى ثلاث أشخاص السلالة الجديدة دلتا هي ثمانية يعني كل شخص يقدر يعدي ثمان أشخاص طيب مع خطورة هذه السلالة سلالة دلتا الآن نحن مقبلون على عيد أضحاص تكون هناك في لقاءات عائلية واجتماعات ونحن مقبلون كذلك ودخلنا موسم الاستياف وفي أكثر الحركة والتحرك والاجتماعات هل ستكون هناك إجراءات فيما يتعلق بعيد الأضحى وفيما يتعلق بموسم الاستياف وفيما يتعلق بأرحالة الجوية والبرية شوف ما تعلمنا حتى نحن في الجنة العلمية ولتعلمنا تجربة على غير الأطباء والممرضين والكل الآن رأنا في موجة ثالثة عدنا ارتفاع كبير في عدد الحالات يفصل هنا عن عيد الأضحى أظن عشر أيام حوالي عشر أيام الآن سنرقب بالوضع نحن مهمتنا أن ندير يعني أنيكي ندير بين الحفاظ على أرواح الناس وبين الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي لأنه حتى الآن المواطن الجزائري كره كره ماشي غير المواطن الجزائري في كافة العالم كره من الحجر الصحي وكره من الإجراءات وكان يحب يشوف بابا وكان يحب يشوف فيماه إلى آخره نحاول ندير أنيكي ليبر ندير توازن بين الوضعية ولكن نحن نراقب الوضعية يوما في يوم كنا أسبوع الماضي ممكن أن نرود إلى الحجر المنزلي ممكن جدا إذا كانت ولايات تسجل أرقام قياسية وزيد العدد الأرقام يقول لي صعيب كثيرا أن تكفل بعدد المرضى عودة للحجر الصحي يعني تشديد الحجر الصحي واردة جدا ولكن ستكون على حساب الرقعة الجغرافية ما رحش يكون حجر كامل لأن هناك تباين في عدد الحالات ولكن القرارات ستأخذ على حساب دائما تكون آنية ما تكونش قرارات باللسبة لعيد الأضحى ستكون للك إجراءات خاصة بعيد الأضحى المبارك والله عيد الأضحى أظن يعني ما كانش مانع باش نعيده يعني كما مؤلف ولكن هناك بروتوكول صحي الكل يعرفوا كما قال الأستاذ دكتور دكتور مكين نقدر نزور لأيلا من بعيد ونضر الكمامة ونضر التعقيم ولكن مننا للعيد الكبير نشوفوا عدد الحالات ونشوفوا الحالة الصحية شكرك جزيلا شكرا دكتور أختم معك سيد مصطفى زبدي الآن الرسالة كل شيء معروف في قضية كورونا خطر كورونا معروف واللقاحات موجودة وشهادات المختصين الآن لدينا شهادات لدكتور مكي ولدينا كذلك رأي للدكتور لياس أخاموك ولدينا تجربتك خاصة وأنت تلقيت اللقاح دكتور مصطفى زبدي الآن ماذا يمكن أن نقول للمواطن دكتور أنت تلقيت اللقاح طب أنت دكتور كذلك تلقيت اللقاح نعم ومكي كذلك قال أنه تلقى اللقاح شوف الآن الوضع الوضع حساس والوضع نقدر نقوله أنه خطير ما كان لأنه نشوفه جارتنا فقط ما يحدث بها لما بلد يعلن عن إنهيار منظومة صحية يعني يخلاص ما بقى يعني يتمرض شوف كيف تداولي روحك وكيف تكفل بنفسك الآن الوضع الوضع حساس وعلى هذا الأساس أنا أعتقد أنه المسؤولية مسؤولية الجميع وما رهوش عدم التزامك بالإجراءات وعدم تلقيح تلقيحك يعني أمر يخصك أنت فقط هذا يخص جميع الساكنة وعلى هذا الأساس أنا أعتقد أنه لابد من الإجابة وتكون عندنا الجرأة أننا نجيب كل التساؤل حتى لو كانت تكون جايحة جايحة لابد أن تكون عندنا الجرأة ونجاوبوا هذه الأسئلة التي سألها مواطن الجزائري وكذلك كذلك أمر مهم جدا الآن نحن في مرحلة إقناع ومرحلة الإقناع هذه تحتاج إلى عمل تحتاج إلى تحسيس الحق الجمعيات نتمنى أنها تواصل في العمل تحسيس ولكن لما نشوف بعض الوماضات الإشهارية لأنه هذا أيضا ننصح خوتي في اللجنة العلمية أنه لابد من وماضات إشهارية وعلى هنا لما يتعلق الأمر بمشروب يتعلق الأمر بقهوة يتعلق الأمر بشيبس نشوفه ممثلين نشوفه رياضيين ولما يتعلق الأمر بلقاح ما نشوفهمش كذلك نتمنى أيضا نقطة مهمة لأنه الآن اللي لقح الأولين هم السلك الطبي هم المسؤولين إلى غير ذلك ودرك يتلحق وين يجب يعود ويديروا الوراء بالتحة ونتمنى أيضا أنها تكون تغطية إعلامية مثلا الأخ لما يتحدث غدوة من غدوة يدلق حتى وتروح أن تتصوروا هذه المواطنة تكون معلومة تكون لها هذه أمور مهمة لابد أن تخبر أشكرك جزيلا شكر دكتور مصطفى زبدية رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستالك دكتور لياس أخاموك وعضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة كورونا في الجزائر شكرا جزيلا لك وكل الشكر موصول لدكتور يحيى مكي عبد الموم المختصف في علم الفيروسات الذي كان معنا كذلك مليون الفرنسية إذن كما تبعتم مشاهدين الوضعية صارت معروفة والعودة للالتزام بإجراءات الوقاية صارت لازمة والعودة لارتداء الكمامات بعدما غابت صرنا لا نشاهدها بشكل كبير في الشوارع وفي الفضاءات فلهذا لابد أن نعود لاستعمال كل وسائل الوقاية وأبدأ بنفسي وألقاكم مشاهدين في عدد قادم إن شاء الله صبحونا على خير شكرا